أهلا بكم تتميز دائرة النباطية بنت جبال مرجعيون حصبية بأن الدائرة اللي بتضم أكبر عدد من ناخبي حزب الله وحركة أمل مع وجود الكثير من الأحزاب الأخرى في تلك الدائرة قبل ما نشوف كيف الأحزاب توزعت على اللوايح خلينا نشوف بالبداية كيف كان عدد الناخبين بالعام 2009 385579 وصار بهذا العام 450694 علما أن الحاصل الانتخابي قد يصل إلى 23600 في تلك الدائرة وهو أكبر حاصل سيكون في دوائر لبنان بالنسبة أيضا لتوزيع المقاعد هنا 11 مقعد تماني للطائف الشيعية واحد للسنة واحد للروم الأرثوذوكس وواحد للدروز أما بالنسبة لتقسيم الناخبين بحسب مذاهبهم فهو على الشكل التالي شيعة 361003 سنة 28604 دروز 16457 موارنة 23739 روم أرثوذوكس 11035 روم كاثوليك 8111 ومسيحي مختلف 1745 أما بالنسبة للوائح فعددها بتلك الدائرة ست لوائح وهي كما يلي اللائحة الأولى الأمل والوفاء وطبعا هذه المدعومة من حزب الله وحركة أمل من أبرز الشخصيات النائب محمد رعد والوزير علي حسن خليل أيضا هناك لائحة برئاسة أحمد الأسعد اسمه فينا نغير وهناك لائحة الجنوب يستحق وهذه اللائحة مدعومة من طيار المستقبل ومن حزب الوزير طلال رسلان بالإضافة إلى الطيار الوطني الحر وبعض الشخصيات الشيعية المستقلة ومن أبرز يعني الشخصيات الموجودة فيها عماد الخطيب المدعوم من طيار المستقبل أما اللوائحة الأخرى فأيضا هي على الشكل التالي صوت واحد للتغيير شبعنا حكي وفي هذه اللائحة الكوات اللبنانية تدعم هذه اللائحة التي تضم أيضا شخصيات شيعية مستقلة في حين أن هناك لائحة لمستقلين كلنا وطني وأيضا تضم العديد من الشخصيات من مذاهب مختلفة طبعا في السادس من أيار سيكون الجنوبيون على موعد مع هذا الاستحقاق وسنرى ما إذا كان هناك من تغيير في تلك المنطقة